ومعنا عبر سكايب من أربيل الدكتور محمد القيسي وستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد أهلا بك شكرا جزيلا لوجودك في نشرتنا هذه برأيك ما هي رسائل هذه الهجمات التي باتت تشمل إضافة للمنطقة الخضراء قوافل دبلوماسية أخرى تابعة للأمم المتحدة نعم تحياتي لكم ولمشاهدي قناة الحرى الكرماء بالطبيعة الحال أن هذه الهجمات ليست الأولى هي مستمرة على مدى أكثر من سنة إلى سنة ونصف حقيقة إلا أن الشيء الجديد فيها أن التكتيك الاستراتيجي المتبع اتسع هذه الأيام أو أنها عمدت إلى التكتيك استراتيجي مضاف بالإضافة إلى القصف المباشر بصواريخ كاتيوشا لمناطق تواجد القوات الأمريكية وقوات التحالف أو حتى المصالح الأمريكية بدأ الآن يرتكزون إلى تكتيك جديد هو استهداف الأرتال المتحركة بمعنى المصالح الأمريكية أو القطاعات الأمريكية المتحركة سواء تلك التي تكون في الموانئ وتنتقل عبر المخافضة الجنوبية إلى العاصمة بغداد أو حتى كما شاهدنا اليوم الأرتال محسوبة على القطاعات الدبلوماسية أو الكيانات الدبلوماسية التي من المفروض وفقا للقانون الدول العام أن يحرم المساس بها لأنها جاءت لأراضي المواسية هناك أكثر من رسالة حقيقة بهذا الاتجاه الرسالة الأولى هي تحاول هذه الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أن تبعث رسالة بأنها لا تزال متواجدة وأنها لها كلمة أيضا عبر أدوات عسكرية وبالتالي تحاول نوعا ما تشويش رغبة الحكومة العراقية إلى حد ما بمأسسة الدولة العراقية والاستمرار بهدوء واستقرار يفضي نوعا من الجان المؤسساتي على الدولة العراقية نعم لكن دكتور يعني ليس هناك من كتل نيابية تؤيد ولا الحكومة طبعا تتبنى هذه الهاجمات يعني ما يجعلها ممارسات تتعارض مع سيادة الدولة تتعارض مع هيبة الدولة التي تعلن هذه الجماعات المسلحة أحيانا أو من يغطيها أنها تحترم سيادة الدولة وإرادة الدولة ماذا تقول؟ لا بالتأكيد مثل هكذا أفعال هي يعني تهين سيادة الدولة إلى درجة كبيرة ولا تمت إلى سيادة الدولة بصيلة لأنه جزء من سيادة الدولة أن يكون هناك غطاء قانوني تحمي فيه الدولة البعثات الموسيلة المتواجدة على أراضيها وكذلك القطاعات الأخرى المتواجدة بموجب اتفاقيات دولية لا أن تمارس إجراءات تحرج بها الحكومة العراقية وتضعها في موقف لا يحصد عليه أي إطار خارج الإطار القانوني أو الإطار الرسمي السيادي المتعلق بالقرار السيادي في الحكومة العراقية في بغداد هو قرار غير صحيح وهو إجراء حقيقة يحسب عليه القانون الداخل العراقي وحتى القوانين الدولية أو تلك التي تأتي ضمن إطار منظمات الدولية وتحديدا كذلك هناك اتفاقية بأن الأعلاقات الدولوماسية تجبر الدولة المضيفة للبعثات الدولوماسية أن تحمي هذه البعثات سواء السفارات أو قنصليات أو حتى أفراد عاملين معها يعني ضمن هذا الإطار هناك حرمة دبلوماسية ينبغي صيانتها طبقا للقانون الدولوماسي الدولي الصحفي اللبناني غسان شرب الدكتور قال في تغريدة اليوم على تويتر أن إطلاق الصواريخ على أهداف أمريكية في العراق يعتبر نوعا من المواكبة الإيرانية للمبارزة الانتخابية بين ترامب وبايدن كأنه يشير لتوظيف إيراني لهذه الأجمات في العراق نعم بطبيعة الحال إيران تمتلك أدوات تأثيرية في العراق هذا لا أحد يستطيع إنكاره لا على صعيد العلمي ولا على صعيد السياسي في العون الأخير وتحديدا هذه اليومين وحتى اليوم تحديدا شاهدنا أن هناك اتهامات متبادلة ما بين ترامب وما بين الإدارة الإيرانية ترامب قال نحن جاهزين لرد يوازي بشكل مضاعف إلى آلاف المرات للولايات لإيران إذا ما أقدمت على أي فعل من شانه المساس بالمصارح الأمريكية كذلك كان هناك رد إيراني بأن إيران سترد رد ساحق على أي استهداف من قبل الولايات المتحدة باتجاه مصالح واشلطن بشكل مباشر إذن هناك تصعيد واضح فضلا عن أدوات واضحة يمتلكه كل الطرفان أنا أعتقد أنهم سيتجئون إليها إذا ما استمرت تصعيد وأخذ منحة سعوديا عبر سكايب من أربيل الأستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد القيسي شكرا جزيلا لك